محمول خطيب رئيس النادي الآلي هيكون رئيس لباسة الفريق اللي هتسافر لقطر في الفترة من 15 ل 23 ديسمبر ده بقرار رسمي من مجلس الإدارة بعد الاجتماع اللي خلص من شوية علشان طبعا مباراة كالسوبر الافريقي اللي هيواجهها النادي الآلي أمام الرجاء المغربي واللي بيطالب فيها نادي الرجاء المغربي بتأجيل المباراة لعدة عيام الاهلي كمان كلف خالد مرتاجي بالتنصيق المالي مع شركات النادي وخالد مرتاجي خالبها لك الفترة اللي جاية هيكون عنده طبعا كأمين سندوق للنادي الآلي لكن هيكون عنده مهام كتير خلال الفترة اللي جاية بعد تجميد العمري فاروق في منصب نائب الرئيس لجنة التخطيط برئاسة موصل صالح بتوصي بطردية عليو ديان جماليا لإقناعه بالبقاء في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة مسبعا مباراة كان قاعد مع محمول خطيب رئيس النادي طبعا وساد عبدالحفيز مدير الكرة وأعضاء لجنة التخطيط واتفقوا على تمديد التعاقد بعد مباراة السوبر الإفريقي في بعض البنوت بقى الاتفاقات والكلام ده كله ده بيبقى أمر طبيعي بالنسبة للتجديد تجديد زيارة مرتب تفاصيل شروق جزائية الكلام ده كله كل دوت ما بعد السوبر الإفريقي موسماني بيجهز كريم فؤاد لخلافة علي معلول خلال الفترة اللي جاية ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي تعالوا نشوف أخبار نادي الزيارة